بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده حمد الشاكرين وأصلي وأسلم وأبارك على المبعث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا محمد على آله وصحبه الطيبين الطاهرين أحبابي الكرام حيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يتجدد بكم اللقاء في برنامجنا هذا في ظلال آية أحبابي الكرام كثيرا ما تختلط المفاهيم عند الناس وكثيرا ما يزنون الأمور حسب أهوائه ويضعون الناس في مدارج تراتوبية وفقا لميزان محدد هو ميزان أموالهم وما يملقون من جاه وسلطان ولا شك أن هذا الميزان ما أنزل الله به من سلطان في خضم الدعوة ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل ويذكرهم أن ربهم واحد وإلههم واحد وأنهم كلهم لآدم وآدم من تراب جاء نفر من علية القوم من هؤلاء الملأ الذين تمتل بهم العيون الذين ينظرون إلى الناس أنهم أقل منهم شأنا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء من أمثال أبي سفيان وعطب بن ربيعة وأمي بن خلف وغيرهم وقالوا له طيب نحن ممكن أن نستمع إليك يمكن أن نلتقي بك في اجتماع أو في مجمع معين ولكن ابعد هؤلاء ابعد عنا بلالا وخبابا وصهيبا وعمارا هؤلاء نحن لا ننظر إليهم هؤلاء لشوا في ميزاننا ميزاننا أعظم منهم بكثير من هو عبد الله بن مسعود من هو خباب من هو بلال هذا العبد الحبشي ومن تم إذا أردتنا أن نستمع إليك فأرجو أن تفضهم عنا وعن مجالسك حتى نأتيك فأنزل الله هذه الآية الجليلة التي الآن أو التي في هذه الحلقة سنعيش في ظلالها وسنقتف منها ثمرات يانعة من الخلق والقيم والمبادئ والفهم الصحيح على نور الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا دعوة بأمر صارم للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يميل إلى الهواء ولكن ربما ربما قالته نفسه وهو الذي يريد من هؤلاء أن يسلموا ربما ما له شيئا ما وشيئا قليلا أنه يمكن أن أستمع إليهم وهؤلاء وكلتهم إلى إيمانهم فأمره الله عز وجل بأن يصبر نفسه ويلزمها بالصبر ويتجنب كل أي أمر يشوش عليه هذا المفهوم أو أي نزعة ما نفسية وإن كان في نيتها الخير والصلاح إلى أن يركن إلى هؤلاء أو يستمع إلى ما يريدون لأن ما يريدونه يخالف شرع الله عز وجل ويخالف المقاييس الحقيقية التي يريدها الله بين البشر فكلنا لآدم وآدم من التراب وإن أكرمكم عند الله أتقاكم التفاضل بالتقوى بالعمل بمن يريد السير على هذا الدين وليس للمال ولا كل هذه المقاييس الدنيوية الفانية هي مقياس في دين الله عز وجل لذا جاء هذا الأمر الصاري في هذه الصورة العظيمة التي هي من قرأها جعل الله له نورا بين الجمعتين من مشكات النور تنزلت هذه الآيات واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيك وذكر الذين هؤلاء كما قلت هذا الإسم الموصول يخرج بسبب نزول الآية على عظمة هذا السبب وندرك من خلاله عظمة هؤلاء الصحابة الكرام هذا الرعيل الأول الذي جابه ما جابه وتحدى تلك الأعراف البالية والتقاليد الجامدة والمقاييس المعوجة واقستقام على نور الله وصبر وصابر هؤلاء أحق أن تنزمهم لا شك أن الآية فيها إشارة إلى عظمة هؤلاء ولكن امتداداتها تم تجد لتشمل كل فضاءات الزمان والمكان علينا أن نصبر أنفسنا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هؤلاء هم المقربون إلى الله عز وجل وليس أولئك الذين ضموا أنهم استغنوا عن الله عز وجل فتغوا وبغوا واعتدوا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي انظروا إلى أوصافهم يدعون ربهم ويعبدونه ويتمسكون به لديهم إيمان عميق واتصال وطيق وفهم دقيق يدعون ربهم بالغداة والعشي في كل مناحي الزمن يجعلون زمانهم استثمارا للعمل الصالح يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم لا تبتعد عنهم اقترب منهم تلطف بهم ولاطفهم وتعامل معهم في أرقام عاملة وبأبي هو وأمي قد كان كذلك فهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين وهو كما وصفه ربه لو كلت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وهو كما سبحان الله العظيم تحدث عنه الله في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم لكنها إشارة لنا نحن أيضا نحن أن نتذكر أو أن نأخذ الميزان الحقيقي في نظرتنا من الناس إلى الناس عفوا الناس الذين يستحقون أن نصحبهم أن لا تعد عيوننا عنهم أن نسير معهم ونقتدي بهم وناتبع طريقهم هم هؤلاء الذين يدعون الله بالغداة والدو والعشي يريدون وجهه مخلصين في عبادتهم ودعوتهم وأعمالهم لله سبحانه وتعالى يريدون وجهه ولا تعد عيوننا عنهم ونقترب منهم هذه الآية سبحان الله فيها من هذه النفحات بأن الإنسان ينظر إلى الميزان الحقيقي ميزان الصلاح هو الذي يجب أن يرفع عقيمة أي شخص عندك ومن تم فعليك أن تصحب أمثال هؤلاء لتنجو في الدنيا والآخرة وتسعد في الدنيا والآخرة اليوم وقد انقلبت الموازين وربما ظهرت أو سبحان الله ارتفعت تلك الموازين الجاهلية التي تقيس الناس بأموالهم وبجاههم بسلطانهم علينا أن نعدل الميزان الحقيقي وأن تكون صحبتنا هي مع الصالحين فنكون مع الصالحين في معيتهم ومع ركبهم حتى يوم القيامة ننال الدرجات العياء ويعني ننجو وتتغير أخلاقنا ويعني سبحان الله كما قال الإمام الشافعي أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وحاشف الإمام الشافعي صالح ولكن هذا من توضعه بل ومصلح لكن المعنى هنا أن نستمسك بأمثال هؤلاء وأن لا تغرينا الحياة الدنيا وزينتها وأن لا يتقرب إنسان إلى صاحب جاهل أو صاحب سلطان وأحيانا يجامله في باطله وفي غيه فقط لأنه يريد أن يقتطع جزءا من عرض الدنيا وكل متاع الدنيا قليل ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا في مقابل الذين سبحان الله دعوا الله سبحانه وتعالى بالغدو والعشي أولئك الذين هم الصابرون السائرون على منهج الله هناك أولئك المفرطون الذين يفرطون في أوقاتهم وفي أعمارهم وبعيدون عن منهج الله سبحانه وتعالى يعني أغفلنا قلبه يعني على قلوبهم غشاوة وأغلفة من رانت عليهم فحجبت عليهم النور مما فعلوه ومما انتهجوه من ضلال وغي وعناد واستكبار هؤلاء لا تطعهم ولا تقترب منهم فهم يسيرون على أمواج الهواء ولا تر ولا يغرننا أن هؤلاء متنفذون أو أن هؤلاء يملكون مالا وبنين فكل هزينة الحياة الدنيا لا يجب أن يكون هذا مقياسنا ولا يجب أن سبحان الله نصحبهم أو نتملق إليهم أو ننافقهم أو نزيد جمعهم بجلوسنا معهم أو يعني سبحان الله إلا إذا كان ذلك طبعا أردنا منه النصحة وبما يفهمه المسلم أما أن يجاريهم في ضلالهم أما أن سبحان الله يتخذ من موازينهم ميزانا له أن وهم المفرطون البعيدون عن منهج الله عز وجل يعني يتقرب إليهم ويتزلف إليهم لينال ما ليس له ولا لهم بحق فوالله إنها للطامة إذن إذن الآية فعلا آية جليلة توضح لنا ما يجب أو ما هي الموازين التي يجب أن نختارها عند ما نختار من نصحبهم ولا شك أن الصاحب ساحب فنختار أولئك الذين يريدون وجه الله ويدعونه بالغدو والعشي وينصرون دينه ويقيمون سبحان الله ويعني يثبتون على دين الله وعلى مبادئه وقيمه وأخلاقه ونبتعد عن أولئك المفرطون الذين تسيروا بهم أهواؤهم يمنة ويسرع نسأل الله لي ولكم التبث وأن يرزقنا وإياكم الصحبة الصالحة وأن يجعلنا من الذين يزنون الموازين الحق حتى يأتوا يوم القيامة وهم مع الصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جزاكم الله خيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته